اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة من دورة تعليم برنامج اكسل المستوى الاحترافي في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية حساب تقديرات الطلبة بداية عندنا هذا الجدول يحتوي على اسماء للطلبة مع الدرجات راح نحسب المعدل مع التقدير لكل طالب لحساب المعدل نحدد هذه الخلية ونروح على الصفحة الرئيسية جمع تلقائي ونختار المتوسط او average اذا كان نظام انجليزي نختار average او المتوسط راح نحدد هذه الخلايا بالماوس ومن ثم enter البرنامج راح يحسب لنا المجموع اول معدل عفوا لهو مجموع الدروس وتقسيم المجموع على عدد الدروس طبعا نسوي handle لبقية الخلايا راح يطلع عنا المجموع ممكن انه يعني نلغي هذه العشار من خلال انه الصفحة الرئيسية وانقاص المنازل العشرية طبعا طلع عنا المعدل لكل طالب راح نحسب التقدير طبعا نعرف احنا انه من صفر الى تسعة وربعين فهو ضعيف يعني لحت تسعة وربعين ضعيف ومن خمسين الى ستين فهو مقبول وطبعا متوسط جيد جيد جدا وامتياز سبعين ثمانين تسعين طبعا عدنا هذه اللي هي محددات التقدير طبعا راح نبدي من اعلى تقدير اللي هو التسعين التسعين راح يكون امتياز والثمانين راح يكون جيد جدا سبعين جيد ستين متوسط وخمسين مقبول واقل من خمسين راح يكون هو ضعيف طيب نحدد هذا الخلية ونروح على صيغ ومن ثم نروح على منطقي ونجيء على الدالة اف راح تطلع عنا هذه النافذة نبني الشرط الشرط هو اذا كانت هذه الخلية الشرط هو اذا كانت هذه الخلية اكبر الاكبر اللي هو شفت و زاي بالانجليزي لازم شفت و زاي اذا كانت هذه الخلية اكبر او تساوي تسعين يعني اذا هي تسعين او اكبر من تسعين راح يكون اهنانا عندنا امتياز نغير الى عربي و نكتب امتياز هذا في حال انه هذه الخلية هي اكبر او تساوي تسعين في حال لا اقل من تسعين راح نبني شرط اخر تعلمنا بالمحاضرة السابقة نحدد هذا الخيار و نروح نضغط على نبني الشرط الثاني الشرط الثاني هو التقدير الاقل راح يكون جيد جدا فنحدد هذه الخلية اللي هي المعدل و انجليزي اكبر او تساوي 80 فراح يكون اهنانا اذا كان اكبر او تساوي 80 راح يكون نغير عربي جيد جدا طبعا ممكن انه نخلي التنوين اذا كان لا اقل من 80 نبني الشرط الثالث طبعا ايضا نحدد هذا الخيار و نروح على F و طبعا بنفس الطريقة نحدد الشرط الثالث هذه الخلية اللي هي المعدل اكبر او تساوي 70 راح يكون جيد اذا اقل من 70 راح نبني الشرط الرابع بنفس الطريقة اكبر او تساوي 60 راح يكون متوسط وهكذا نبني بقية الشروط هذه الخلية اكبر او تساوي 50 راح يكون مقبول و اذا كان اقل من 50 اخر شي راح يكون ضعيف هذا هو الشرط الاخير طبعا ننتبه هنا عندنا امتياز جيد جدا جيد متوسط مقبول و ضعيف و طبعا موافق نلاحظ هنا عندنا مقبول لان المعدل هو 56 في خانة 50 طبعا نسوي هاندل هنا عندنا امتياز لان المعدل 90 و اهنا طبعا جيد جدا و متوسط و اهنا ضعيف طبعا الفكرة بسيطة جدا و سهلة و بامكانكم ان تشاهدون هذه المحاضرة اكثر من مرة الى ان تفتهمون الفكرة رغم ما ان الفكرة بسيطة جدا و اذا ما وصلتكم الفكرة بامكانكم ان تتابعون المحاضرة الثامنة والتاسعة والعاشرة من دور التعليم برنامج اكثر للمستوى الاساسي نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى